أدانت مصر بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفي بيان لوزارة الخارجية اعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة والمنفذ الآمن لخروج الجرح والمرضى لطلق العلاج ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة ودعت مصر الجانب الإسرائيلية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة كما طالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة للنزعفة للأزمة الراهنة وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة